تسأل عن حكم قراءة القرآن من الجوال أخت الفاضل يجوز قراءة القرآن و قراءة الأذكار و قراءة العلم و قراءة الحديث من الأجهزة و التقانات الحديثة هذه سواء كان الكمبيوتر أو الآيباد أو المحمول أو أي نوع من أنواع الأجهزة الحديثة الأجهزة الذكية هذه يجوز أخت الفاضل و للإنسان الأجر و الثواب فيجوز للإنسان أن يختم القرآن من الجوال الآن الحمد لله فيه الجوالات المحمول هذا القرآن كامل يجوز أن يقرأ منه يجوز للإنسان أن يقرأ الأذكار أذكار الصباح والمساء من الجوال يجوز للإنسان أن يقرأ أذكار ما بعد الصلوات إذا كان غير حافظ لها يجوز يقرأها من الجوال الأمر واسع ولله الحمد لكن أيهما أفضل بالنسبة لقراءة القرآن الأفضل يقرأ من المصحف لكن إذا ما تيسر له يقرأ من هذا حتى العلماء تكلموا على قضية أيهما أفضل أن يقرأ من حفظه أم من القرآن قالوا لا من القرآن أفضل بعض العلماء طبعا يقول من القرآن أفضل لأنه يجتمل على أكثر من عبادة القراءة والنظر في آيات الله وأيضا هذا المصحف له قدسية وله مكانة ولذلك الإنسان يفعل الذي يستطيع